اشتركوا في القناة من دروس اللغة العربية المحببة هل أنتم جاهزون لبدء الدرس الصغاري؟ أحسنتم ما هو عنوان درسنا اليوم؟ هل تعرفون؟ خمنوا حسنا ما رأيكم صغاري أن نلعب معا لعبة صغيرة؟ نستنتج من خلالها عنوان درس اليوم فهل أنتم مستعدون؟ هيا بنا تخيلوا صغاري أننا معا في حلقة كبيرة انظروا إلى الأسفل ماذا يوجد تحت أقدامنا؟ ماذا ترون؟ أحسنتم يوجد عشبون أخضر وأيضا منتاز يوجد أماكن مخصصة لللعب والسير الآن ارفعوا رؤوسكم قليلا وانظروا أمامكم تخيلوا معي ماذا ترون؟ ممتاز نرى ألعاب الأطفال وأيضا بعض الأشجار والآن صغاري ارفعوا رؤوسكم إلى الأعلى أعلى أعلى انظروا جيدا ماذا تشاهدون؟ هيا صغاري تخيلوا معي ماذا نرى عندما نرفع رأسنا إلى الأعلى؟ أحسنتم نشاهد السماء الزرقاء الصافية وأيضا ماذا نشاهد؟ ممتاز نرى الشمس المشرقة أيضا صغاري ماذا نشاهد؟ حسنا سوف أساعدكم قليلا أنا أرى في السماء أشياء ذات لون أبيض تشبه القطن هل ترونها أنتم أيضا؟ ممتاز ما اسم هذه الأشياء؟ أحسنتم إنها الغيوم هذه غيمة وهذه غيمة وهذه غيمة هل حذرتم عنوان درسنا اليوم صغاري؟ إنها واحدة من تلك الأشياء التي تسبح في السماء ذات اللون الأبيض ماذا كان اسمها؟ غيوم ممتاز إذن عنوان درس اليوم الغيمة الآن أحبابي سأروي لكم قصة درس اليوم وهي قصة ممتعة ومفيدة فهل أنتم جاهزون للاستماع؟ هيا بنا كان شادي ورفاقه يلعبون في الحديقة وكانت الشمس صادعة ولونها ذهبي رائع وفجأة اختفت الشمس وتغير لونها من ذهبي إلى فضي قال شادي انظروا انظروا وتطلع الأطفال إلى السماء كانت الغيوم تملأ السماء غيمة كبيرة وغيمة صغيرة وغيمة سوداء وغيمة بيضاء وراحوا يتخيلون أشكالها ويشبهونها بالطيور والحيوانات وأشياء أخرى فرح الأطفال بمناظر الغيوم وجلسوا على مقعد بالحديقة ينشدون معا نشيد يا غيمة بيضاء الآن أحبابي ما رأيكم أن ننضم للأطفال وننشد معهم نشيد يا غيمة بيضاء ممتاز أولا سأقوم أنا بالإنشاد وأنتم تستمعون للغض ثم سنقوم معا بتكرار النشيد ما رأيكم؟ حسنا سأبدأ يا غيمة بيضاء وحبا للبشر هاتي الندى هاتي المطر إذن يتخيل الأطفال أن الغيمة هي طفلة من نفس عمرهم ويدعونها للعب معهم في الحديقة لكن كيف تلعب الغيمة معهم؟ الأطفال الأطفال يركضون على الأرض وهي تسبح في السماء عندما يسرعون تسرع وعندما يبطئون تبطئ فتبدو وكأنها تركض معهم أيضا الأطفال يختبئون خلف الأشجار وكذلك تفعل الغيمة فهي حقا تلعب معهم ويطلب الأطفال من الغيمة أن تتعلق بالغيمة السوداء التي تحمل الأمطار ومن ثم تتدفق خيرا للبشرية ماذا يعني أن تتدفق خيرا للبشرية الصغار؟ كلمة تدفق تعني اندفع بغزارة وقوة أي أن الأطفال يطلبون من الغيمة أن تدفع الأمطار بغزارة وقوة لأن هذه الأمطار هي خير للبشر فلولا هذه الأمطار كيف كنا سنحصل على الماء العذب للشرب؟ ولولاها كيف كانت النباتات ستنمو وتكبر وتعطينا ثبارا شهية؟ أيضا كيف كانت الحيوانات ستحصل على الماء اللازم للبقاء على قيد الحياة؟ ومن هنا صغاري نلاحظ أهمية الماء في حياتنا وأننا لا نستطيع الاستمرار بها بدون الماء قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم الآن صغاري وقد فهمنا جيدا معنى النشيد هيا بنا نكرر معنى الأنشودة بصوت واضح وجميل يا غيمة بيضاء صدق خيرا وحبا للبشر هاتي الندى هاتي المطر ننتقل الآن صغاري لنجيب عن مجموعة من الأسئلة حول درس اليوم هل أنتم جاهزون؟ هيا بنا السؤال الأول أين كان شادي ورفاقه يلعبون؟ هل تذكرون؟ ممتاز كان شادي ورفاقه يلعبون في الحديقة ماذا حدث فجأة للشمس؟ أحسنتم فجأة اختفت الشمس وتغير لونها من ذهبي إلى فضي السؤال التالي ما لون الغيوم في السماء؟ ممتاز هناك غيوم بيضاء وغيوم سوداء والغيوم السوداء هي الغيوم التي تحمل الأمطار بماذا شبه الأطفال الغيوم؟ ممتاز شبه الأطفال الغيوم بالطيور والحيوانات وأشياء أخرى ماذا أنشد الأطفال؟ هيا صغاري ماذا أنشد الأطفال؟ ممتاز أنشد الأطفال أنشودة يا غيمة بيضاء السؤال التالي أتحدث عن ما أراه في اللوحة الآن صغاري لدينا هنا صورة أو لوحة سوف نقوم بوصف الأشياء التي نراها في هذه اللوحة معا أولا الشخصية التي تحمل المظلة من يحمل المظلة صغاري؟ أحسنتم إنه شادي يرتدي ملابس شتوية ويحمل مظلة حمراء الآن ما الفصل الذي يهطل فيه المطار؟ أحسنتم إنه فصل الشتاء لننظر معا إلى السماء ماذا تلاحظون؟ هل هي صافية؟ أم ماذا؟ أحسنتم السماء مملوء بغلوم سوداء وهي تسقط الكثير من الأمطار لننظر صغاري معا إلى الأشجار ماذا بها الأشجار؟ انظروا جيدا أحسنتم الأشجار متساقطة الأوراق تأملوا معي صغاري هذا الطريق ماذا به الطريق؟ أحسنتم الطريق مملوء بماء المطار لننتقل إلى السؤال التالي أعبر عن صورة أختارها من ما يأتي سنختار صغاري هذه الصورة لنصف ما نراه فيها ماذا ترون صغاري؟ أحسنتم نرى شادي وكذلك نرى الأطفال يلعبون أيضا ماذا ترون؟ نرى الغيوم البيضاء والسماء الزرقاء الصافي أحسنتم ننتقل إلى السؤال التالي أكمل أحب الشتاء لأنه فصل لماذا تحبون الشتاء الصغاري؟ أخبروني ممتاز أحب الشتاء لأنه فصل الخير والعطاء في الشتاء يهطل ماذا يهطل في الشتاء صغاري؟ أحسنتم في الشتاء يهطل المطر والثلج أحسنتم ممتاز أقرأ الكلمات الملونة الندى الشجر هيا اقتربي تعلقي السوداء حاملتي أكمل وفق النموذج أبيض بيضاء أسود سوداء أشقر شقراء ننتقل الآن إلى السؤال الأخير الغيمة البيضاء في السماء مثل مثل ماذا صغاري؟ أحسنتم القطن الغيمة البيضاء في السماء مثل القطن الغيمة السوداء في السماء مثل أحسنتم مثل الدخان إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم صغاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر